السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبس عليكم كنتمنى لأمور ديالكم تكون باخير وعلى خير انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اليوم ان شاء الله جيتكم بطريقة صحية والديدة بزف باش تحضروا لطة ديال الخضر بتجاج في الفرن كتجي الديدة بزف غادي نحضروا شرمولة باش غادي نشرملوا هاد الخضر كاملين صراحة كيجي والداد فتين طيبين مزيين غادي نعطيكم جميع المراحل اللي درت في هاد اللطة لمجهود ومكوناتها جد بسيطة ان شاء الله تكون موجودة في كل دار ما تنسونيش بلايكاتكم ويالله هده بنتعفو على الطريقة ديال تحضيرها وده بعلى بركتي لا اول حاجة غادي نحضر معكم وهي شرمولة بنسبة الشرمولة غادي نطحنها انا في الهاشوار ممكن تديروا المهرز اللي عندها المهرز من الافضل انها تدير شرمولة في المهرز عندي هنا نص حمضة مصيرة اللي قطعتها كيف ما لحظته معي درت تقريبا واحدة راس كبير ديال التوم اللي حكيتها درت شوية ديال ربيع تقريبا واحدة ربعات المعالق كبار ديال قزبور مع دنوس مقطعين انا كانوا عندي في المجمد وغادي ندير توابل بنسبة التوابل غادي نديروا التوابل خاصة بالحوت انا هنا يدرت تحميرا الكامون البزار شوية ديال ملحة ودرت شوية ديال سودانية من بعد ضفت هنا يا زيت الزيتون غادي مشي باش نطحنها وهنا ياخديت اللطة اللي غادي ندير فيها ان شاء الله هاد الوصفة ديال الخضر في الفرن درت لها ورق الزبدة في الاسفل إلا ما كانش متوفر عندكم فقط كتديروا شوية ديال الزيت وكتدهنوا اللطة ديالكم بنسبة الشرمولة بعد ما طحنتها واحد شوية اعصرت عليها نص حمضة وزيت عليها شوية ديال زيت نباتية ولا القوام ديالها بهذا الشكل صافدة بغادي ندوز معكم باش نشرمل الخضر بنسبة الخضر انا درتها باش تسلق اللي غادي تسلق والاخرين غادي نديرهم هاكا خضرين خديت هنا يا جوج ديال الحبات ديال البصلة اللي قطعتهم شرائح طويلة ورقيقة وكندير ليها تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال الشرمولة وغادي نستفها في اللطة بهذا الشكل اللي كتلاحظو معايا وممكن انكم في هاد اللطة تديروا اي خضر عندكم اللي كتاخد بزاف ديال الوقت في طيب ديالها من الافضل انكم تسلقوها مزيان حتى كالطيب عاد كتديروا لها شرمولة وكتوضعوا اللطة ديالكم في الفرن واللي ما كتاخدش الوقت في الطياب حال ده بقنا الفلفلة والبصلة ما درتهمش يطيبو درتهم مباشرة خضرين راكي يجيو طايبين وغزالين بزاف هنا ياخديت فلفلة خضرات تهياء قطعتها شرائح اللي طويلة ورقيقة كندير لي هاتهي شرمولة كتجي هاد البصلة والفلفلة المهم على العموم بالنسبة اللطة ديال الخضرات جيت من ألد ما يكون وشي حاجة اللي كناكلوها صحية الصراحة انتمنا فعلا انكم تجربوها المهم بدرت الفلفلة ويلي عندكم فلفلة حمرا وفلفلة صفرا كتخلطوا اللوينة ديال الفلفلة بالنسبة البطاطة فاخديت هنا البطاطة اللي قطعتها شوية كتكون غليطة بحشكل ديال البطاطة ديال بوطايتوس اللي كنديرو في الفرن قطعتها بهذاك الشكل وبنسبة البطاطة فكنديليها كيميا زيدا ديال الشرمولة كتجي لهيال الجزر كيجي وبنان بزاف بهذا الشرمولة غادي نستفها كدلك في اللطة اللي غادي تدخل الفرن وفي الوقت اللي أنا كنشرمل في الخضر راني داير الفران على أعلى درجة باش كي يسخن حيث هاد الخضران ما كتاخدش لكم وقت اللي هو طويل في الفران كل شي كنديروه طيب معد البصلة والفلفلة يلا بغيتو تشحروهم وما ياخدوش لكم بزاف الوقت في الفران أنا تقريباً أخدو ليه 11 دقيق حتى الـ 15 دقيقه هديك الفلفلة ونبصلها صافينا يا أخديت كيميا ديال الجزر أنا راكيبها لكم البخار لأنا نراها عاد صفيت الخضر مازالة سخونة كندير لها حتى هي جوج معالق ديال الشرمولة اللي بغا تتعصر عليها تزيد تعصر عليها واحد شوية ديال الحمد تقدر تزيد واحد شوية ديال الحمد باش كي يجي محمد أكتر أنا أكتفت فقط بدك الحمد اللي عصرت والحمد المصير اللي درت في الشرمولة تا الجزر غادي نستفو عندكم القرعة الخضراء ديرو لها نفس طريقة تهي يسلقوها في الماء والملحة داروري الخضر ديالكم تسلقوها في شوية ديال الملحة باش هكا تجيكم بنينة بزاف إلا ما سلقتوهاش في الملحة فاوخا تديرو شرمولة في هالملحة أو لكتبلو ديال الخضر ما كتجيكمش بنينة كتجي بس لا هنا يا كنت عندي في المجمد غير كيميالية قليلة ديال اللوبيا الخضراء حتى هي سلقتها ودرت لها شرمولة صافي وآخر حاجة غادي نوضعها هي ججاج خادي تصدر ديال ججاجة سلقتوه حتى وفل ما وشوية ديال الملحة يلي عندكم أورق موسى واليازير كتديروهم في هاداك الماء كيتسلق من زيان حتى كيطيبو كييرجع فتي صافي ومن بعد قطعتوه هاتشكل حيط لي العظم لي فيه بغيتو تديرو الرجل ديال ديال الدجاج أو لأي منطقة في الدجاج كيف ما تقدروا تعوضوه بالكفتة كتشرملو الكفتة وكتديروها كويرات كتصهدوها غير واحد شوية في المقلو كتديروها بهذا الشكل أو للاداند المهم اللي بتوفر عندكم ديروه مع هادا الخضراء بنسبة للدجاج أنا شرملتو حتى هو بهذا شرمولة غادي نستفوه في الواسط بهذا الشكل والكيميالي بقاتلية ديال شرمولة أكيد غادي نديرها على الدجاج باش هكا كيزيد تشرب ليدك التوابل وديك شرمولة كتجي بها هادا كيجي بها هادا كيجي صراحة ليد بزاف ما تشبعوش منه صفي هادي ياللطة ديال ديال الخضر بالدجاج اللي درت معكم ان شاء الله غادي ندخلها للفران مدة ديال 10 دقيقة حتى الـ 15 دقيقة على أعلى درجة فقط هاداك الدجاج كيزيد يتحمر لناه هو والخضر وكيزيدو كيتلددو بشرمولة اللي درنا معهم ونخرجهم ان شاء الله نوريكم الشكل دياللطة وهادي اللطة ديال الفران بعد ما خرجتها من الفرن شوفوا معيدكم الخضر كيفاش كيجيو دجاج كيجي محمر لبسلو الفلفلارة كيجيو طايبين وغزالين بزاف في الاخير كندير عليهم خطوط ديال زيت الزيتون باش هكا كتجي صحية اكتر وكتقدموها في شي طبيصيل او اللطة ديالكم على حسب انتوما شنو كتبغيو باش هكا كيبقوا لكم سخانين وولدات بزاف ما شهدكم في هات اللطة كنتمنى فعلا انكم تجربوا وصفتي ما تنسونيش من لايكاتكم بارتجوا الفيديو مع العائلة والاصديقاء انتلاقوا ان شاء الله مع فيديو الجاي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر